في الوقت الذي دين فيه رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروفا لانقلاب الجاري في كييفا بعدما أقفل المتظاهرون الاثنين المنافذة إلى مقر الحكومة بعد مظاهرة حاشدة للمعارضة نشهد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش المتظاهرين والشرطة على خب سواء إلى الالتزام بالقانون بتنظيم مجرسلات سلمية فقط جاد لك في مقابلة تلفزيونية مع أربع قنوات أوكرانية وقال يانوكوفيتش بالنسبة للأشخاص الذين خرجوا في مظاهرات وأكدوا خرصا على إعطاء دائما فرصة للجميع في التظاهر والحق في التعبير عن أفكارهم ومن المهم أن هذه المسيرات يجب أن تكون ذات طابعا سلمي لا يهم إذا كانوا يمثلون الحكومة أو المعارضة ولكن المهم أن يلتزم ويحترم الجميع القانون هذا ورغم صعوبة المرحلة التي تمر بها أوكرانيا أبقى يانوكوفيتش على برنامج زيارته إلى الصين المرتقبة من الثالث إلى السادس من الشهر الجاري ليزور بعد ذلك موسكو لتوقيع خريطة طريق التعاون مع رئيس روسي فلاديمير بوتين موسيقى موسيقى موسيقى